واضح جدا حالة الحب اللي عليها الجهاز الفني بالكامل للنادي الأهلي والروح اللي بينا فيه الكلام لأن الحديث مش على الملعب بس لا ده الحديث كمان خارج الملعب وعلى الشكل الإنساني والأخلاقي وكمان الحديث على معاملة ميستر كارتنون حتى للعمال بالشكل اللائق كلام جميل باين أن فيه حب وتفاهم بين الجهاز المعوم أنا بعتبر كابتر محمد يوسف يعني بصراحة أنا ما أقدره يتقدير كبير لي لأنه من الوقت ما بدأني مع بعض يعني هو ليه دور كبير جدا من بداية سواء كمدير كورا أو مساعد ليا يعني أنا بحقيل أنه مش ممكن شخص واحد يعمل كل مجهود ده وبيعمله بيعمله بنجاح وإحنا كباقي أعضاء اللي هو أفراد الجهاز الفني نعتبر نفسنا أسرة متعامل مع اللاعبين كاننا أسرة واحدة وأنا طبعا أنا بختارهم كويس وأنا سعيد أن حظي كويس لأنه شخصياتهم كويسة والشخصات دي بتفق جدا في التعامل وتوصيل المعلومات الفنية لللاعبين وتوصيل الرسالة وأتمنى برضو بأتمنى يكون الجهاز بتاعي ناشفيته ده كان موجود بالفعل وأتمنى وأنا بشتغل معهم بحب يكونوا صعدة لما يكونوا صعدة حيقدوا شغل كويس وأداء كويس والهدف بالنسبة للمرة التالية أقوله إن اللي يشتغل يشتغل هو سعيدهم مبسوط وما بقاش في أي ضغوط وما بقاش أنا بس الأمر الناهي لازم يكون معايا برضو يشاركوا معايا ونشارك في القوارات وقوارات فنية لأن في الآخر مصلحة إنه دي كلها تخص تيمينك كلنا مع بعض ده معناه اللي أنت مدير فني ديمقراطي في الكلام والحديث ولا في القرار ديكتاتور بتاخد قرارك مرة واحدة أنا باخد قرار بنفسي لكن بطلب رأي الناس المعاونين لي كل واحد رأيه بمنتهى الأمانة يعني من كام يوم فاتوا كنت حصل موقف وطابت منهم بالعكس كنت أقول لهم منفضلكوا أقول لهم رأيكم كنت أتأكد أن القرار الصحيح أو مصحيح ساعات بيكون فيه أفكار أو حاجات ممكن هم شايفينها أنا مش شايفها أقول حاجات أنا ما خدش بالي منها وبتفيد برضو من ناحية تانية بتخليني أقول آه لا القرار ده صح قرار غلط يعني أنا مفهد عدل فيه بيساعدني نأخد القرار الصحيح ومسنت لحواليه بس في الآخر طبع قرارت بيخرب مني أنا لأن أنا لبعض ده قارت في الآخر لأندي مسؤوليتي لسيبا بعد المناقشة معهم وسيقال في الآخر بيصدر مني أنا الكلام شكله حلو والأسلوب جميل ولكن أنا أعرف أن الكابتن محمد يوسف يعني دمه خفيف وأنت باين عليك القوة والحماس على الشاشة لكن أكيد في وقت لايت أو في وقت بيكون فيه كوميديا بينكم بين الجهاز الأعضاء المعاون هل ده حدث معك في بعض الأمور ولا كل الأمور ماشي جد بيجينا فرصة هنقضي وقت كتير مع بعض بقضي وقت كتير مع أفراد الجهاز بتاعي طبعا من الوقت التاني بيبقى عندنا فرصة نتناقش مع بعض يعني يعني نهدى شوية ونفوك شوية ونتكلم عن الحاجات العائلية ونتكلم مواضيع مختلفة لكن بعترف إن إحنا كلنا بنركزين أكتر في الكورة ونحب كورة أكتر ونقضيك في كلام عن كورة ما فيش مجال الأزار كله شغل 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 ونطوروا تاني في النجوة ونحسنوا في أداء الفريق عندي لحالة حب وعيش لنا لكورة قدم وده حاجة طبيعية نعم اشتركوا في القناة